اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعين وأسعد الله وقاتكم بكل خير وإهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج نفتح فاق التواصل معكم مستمعين الاستقبال أراكم ولحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام أسعد الله ووقاتكم بكل خير نرحب بطاقة من البرنامج معنا في التنسيق ميرا لغفلي صبحت الله بالخير وأيضا في الإخراج معنا ناصر السليمي هياك الله يا ناصر وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدكتورة ند الملة صبحت الله بالخير صباح الورد وصباح الجمال صباح الثلاثاء الجميل الهادي مثل ما دائما أقول كل أسبوع ثلاثاء يوم جميل لأنه هادي بعيد عن زحمة الأحد وعن ربشة الخميس فهنا يوم جميل ما شاء الله فنصبح لكم بالخير وأذكركم برقام التواصل على 600-551414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستجرام اليوم أنا داشت الإذاعة دورت ما لقيت شوين ما اختفي اليوم صطمة أخرى علكت في الزحمة شوي آه عشان ما أسرعتي أنا دائما ما أسرع خلت أمان باختصر هو دائما واحد ياختصر الدار بتعرف يطيح في زحمة أكثر فما يتنفع الاختصارات صح يعني من باب أن الواحد ما يتفلسف هي ما يتفلسف الشارع خصوصا ما عندك برامج على الهوياي نزيل فشو نسوي نطلع من وقت عشان ما نتأخر إن شاء الله طيب كان عندك شفت ليلي البارحة شي لا لا الحمد لله يرحم شاء الله طيب على طاري شفت ليلي في دراسة طبية تقول أو كشفت أن العمل في ورديات ليلية بوتيرة غير منتظمة يزيد احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأوضحت الدراسة التي أجراها مختبر أمراض النوم بجامعة كولورادو على 270 ألف شخص في المملكة المتحدة أن العمل في وردية مسائية يتسبب في فوضى بمستويات السكر في الدم أظهرت النتائج أن العمل في ورديات ليلية أقل من ثلاث مرات في الشهر تزيد خطورة الإصابة 24% أما العمل ليلا أكثر من ثمن مرات في الشهر فيزيد خطورة الإصابة ب36% محررة الدراسة سيلين فيتر تقول أن التناوب ورديات العمل خاصة العمل ليلا يعمل على تعطيل الإيقاعات البيولوجية ومنها النوم ويشير إلى زيادة خطر الإضطرابات الأيضية ومنها داء السكري من النوع الثاني وأوضحت أن العمل ليلا بوتيرة دائمة ليس له صلة بخطورة مرض السكري محررة إلى أن الذين يتكيفون مع العمل بثبات ليليا أو ليلا أكثر ميلا بشكل طبيعي للاستيقاظ في هذه الفترة من اليوم ونوهت الدراسة بأن الذين لا يستطيعون تجنب العمل ليلا يمكنهم الحد من المخاطر الصحية باتباع نظام غذائي صحي ومتابعة وزنهم والحصول على كفايتهم من النوم الدراسة فيها وايد جوانب دكتورة أول جانب الذي يشتغلون ثلاث ورديات شفتات شفتات يعني مناوبات في الشهر نعم يشتغلون فيه أقل وفيه ناس أكثر مثل في المستشفيات يدامون أكثر ممكن ثمان عشر وفيه ناس أقل مثل في عدد 24 الساعة يكون طبيب ثلاثة في الشهر يعني يقول الثلاثة في الشهر خطورة الإصابة 24% واللي أكثر من ثمان مرات في الشهر 36% وسبحان الله اللي متعود اللي متكيف شو كانت تقول دراسة تقول اللي خلاص دوامة ليلي خلاص هذا يتكيف فنسبة الخطورة هذه يتكيف جسمان أتقل مو بتقل تنلغي تنلغي هيا والله اللي يتكيف على الدوامة ليلي بس شو المهمة نحين عندي العبارة الأخيرة طبعا محمود الدوامة الشفتات ممكن هو مو مريح لبعض الناس لكن في خدمات وايدة لازم تكون وجودة على مدارة 24 ساعة خدمات حيوية بالعكس أنتو تعرفون دور اللي ناوب خلال الليل يعني إحنا كالطباء خلال الليل نشوف حالات ماتينة خلال النهار إحنا نفكر فيها حتى مثل المهندس الكهرباء وغيرها فهذا تاخدون أجر كبير حتى في حتى يقوموا تبعا مرابطون يعني دواماتهم خلال الليل لأنه يكون وقت راحة الإنسان بس الإنسان يشتغل نقول يعني فأحين شو المهم إن كيف نحمي نفسنا من الإصابة لاحظوا عشان واحد ما يقول هاي والله أنا يعني سكري عشان أنا دوامي شفتات في الليل شو المهم قالت محمود؟ شو قال الدراسة محمود؟ لازم يتبع نمط حياة صحي يشوف أكله نعم يشوف وزنه وزنه ويكون عندهم ثمان مرات ثماني من أصل كم يوم في الشهر؟ 22 يوم يعني أنت معظم الشهر عندك نوم عادي بس تعفش المشكلة المحمود إنه الناس حتى في الأيام ما تكون مناوبة ما تاخذ كفايتها من النوم أحين فيه ناس ما عندهم مناوبات ويشهرون للساعة ثالث الفير ما عندهم مناوبات لعنده مناوبة أنا لتمثل عذر إلا ما عنده شو العذر يا جماعة النوم شيء أسر كم تنامين أنت بكذا ما تقوم أقاميني نوم في الليل قمت أسهر أنا نام صراحة يعني أنا لو يعطوني كل يوم ثمان ونصف ساعة أنام لأن تسمعي لهاي دراسة ثانية شو تقول يقول توجد علماء النفس الأمريكيون أن الحرمان من النوم يساعد في مكافحة الاكتئاب انزيل الحرمان؟ الحرمان من النوم العلماء أجروا 66 دراسة مستقلة تم خلالها دراسة يعني تأثير الأرق على الاكتئاب اتضح أن الضراب النوم الكامل والجزئي يخفف من أعراض حالة الاكتئاب ووفقا لعلماء النفس هذا يؤكد فعالية علاج الاكتئاب بقلة النوم في وقت سابق وجدت الأطباء الأمريكيون أن النقص المنهجي في النوم يزيد من احتمالات الوفاة بسبب السكتة الدماغية لدى المصابين بداء السكرية أو أمراض القلب ولوعية الدموية هذه تأكد دراستنا لكن أوصل أخصائيون بأن ينام هؤلاء المرضى ست ساعات على الأقل يوميا ما فهمت يعني يقول لا تنامون عشان تعالجوا الكتاب بس يقولك يعني ما بيوت بالسكتة لا توت بالكتاب موت بالسكتة يعني يقولك قلة تنوم في لها فواهد بعد يعني ممكن أن تعالج عملية الكتاب عادة اللي عندهم اكتاب دكتورة ينامون وايد ينامون وايد بحظهم ينامون وايد والأدوية اللي ياخذونها أصلا ترقدهم فيه الكتاب ترى نوعين فيه الكتاب يخلل الإنسان ما ينام أبدا أبدا وفيه الكتاب يخلل الناس طول الوقت نايم ويخصى أن يكون على الأدوية مثل ما قال يمكن هذاك أقرب إلى القلق من الأكتئاب دكتورة اللي ما ينام وايد لكن الاكتئاب اللي ياخذ هذه أدوية الكتئاب يفترض أن الأدوية هذه تنومها في حد ينام 12-13-14 ساعة ممكن صح عشان شي قالوا يقللوا النوم عشان يقلل الاكتئاب بالضب ممكن والله نزيحين نرقد ولا ما نرقد لا نرقد على أقل 6 ساعات يوميا لازم 6 ساعات يوميا نوم أنا ما أقول لشي اللي يصير يا أيا أنا أرقد يوميا يعني ما بين 4 لين 6 ساعات يوميا أنزين أنزين بس الويكند سحبها أرقاد أرقاد 10 ساعات يعني محمود يعني ساعات أوصل 10 ساعات طبعا إذا ما تحصل كفاتك طول الأسبوع تنام أربع ساعات طبيعي في الويكند بتنام أكثر أكيد يعني والويكند يعني جميل أنا صراحة ما أعرف أنام زيادة حتى في الويكند لازم يعني نفس عدة ساعات نومي والأصحب عد بدري يعني الساعة 37-30 ناشا خلاص نشيطة أنا ما شرط علي وتدرين شو الغضية وين نحن صار لي فترة ما لعبت رياضة نومي مخربط آه أوكي يعني ألعب مرة في الأسبوع ومرتين بس مور تيرة القبلية يعني نعم نعم ممثل قبل يوميا كرة قدم كان عندك قبل صح؟ البارحة لاعب كرة هي بارحة لعوزونا بعد في اللعب بعد؟ واحد مسكين تعور عندنا شو صالت تعرفين من شو من الجوتي يايي أقول من الجوتي من الجوتي وتبكر رامي البارحة ولولت البارحة نتكلم عن أربطة وأترم الحذاء اللازم يكون موجود الحذاء اللابس لنا مب مناسب ويركض يا واحد أخل توازن شوية فضغط على الأرض لفت عنده الركبة بس الرياضة مهمة الرياضة تساعد على تحسين وطيرة النوم وتنظم النوم فإحنا دائما ننصح لديهم أرقي مرسول رياضة نص ساعة البارحة بعد كثير يوم لفت الركبة عنده نبغي نوقفه يتدوخه احتمال من الطيحة نفسها ومن الألم من الألم ممكن واحد يتدوخه ما يقدر يوقف ممكن من الصدمة ما توقع أنه يطيح مثلا تلتور كبتها بعد ممكن اللي يلبسون كعب بعد يحاسبونها يلبسون كعب خصوصا نحن يحاسبونها كواحلهم الكاحل يقول هنا صح صح مرابطة عشان تساعد الغير صباح الابتسامة شكرا لكم سلام خاص حق الدكتورة ندى أكيد الألم يسبب الدوخة عموما ما نطلع فاصل مستمعينا بعد الفاصل إن شاء ما تواصل معاكم ما نروح شوية في أروقة هيئة الصحة بدبي عندنا بعض الفعاليات اللي بتكون عن القراءة منشوف شو اللي موجود معانا من خلال ساعة القراءة اللي بتبتدي إن شاء الله مع نهاية برنامجنا يعني ما نخلص من هنا بتبتدي ساعة القراءة خلتي كتاب بتقرين اليوم شيء؟ لا؟ أنت ما تقرين؟ مو بواين محمود للأسف دكتورة وما تقرين ما يستوي أقرأ كتب طبخ بواين بس كتب ثانية ما أقرأ للأسف أعترف نزح فاصل وراجعين صحة وسعادة ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة نذكركم أرقام التواصل 600-551414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستجرام عشان ما تلعبين بالتعرفون وايد يعني تريني أنا اللي أبتدي صح نعم أنتو تيلفوني خلي عدالي نزح شو الدوري في التيلفون شو ياساد دورين عشان نجهز لا نجهزين حك شو؟ حق إن شاء الله نصب الشعبان نمسوية أشياء صحية؟ إن شاء الله نحاول شو شيء صحي في شاسمة قرقيعان نحاول لي مكسرات أو حق الله نحن سنن حق الله يا أو نصب الشعبان أو حق الليلة يعني نحاول لي مكسرات مملحة نيب حلويات يعني ما تكون وايت فيها عالي بسرات الحاضرية ممكسرة مملحة يعني مبصحية المملح تكون وايت فيها ملح وتكون مقلية بالعادة محمود عشان شيء انا حاول انا ما وعد بساك انا حاول زي وين بيتكم؟ لا في العيادة في العيادة اه اوكي في العيادة خرص ما نمر عليكم عيادة ان شاء الله طيب يشارك موظفي هيئة الصحة بدبي بعد قليل ان شاء الله في ساعة القراءة اللي تأتي ضمن الفعاليات المختلفة خلال شهر مارس الجاري شهر القراءة ما نتعرف على استعدادات الهيئة في هذا المجال معاني عبر الهاتف الاخت وفهم حيسن عضو لجنة استدامة القراءة في الهيئة وفا صبحت الله بالخير يا هلو مرحبا احياك الله وفا هنا انا عايبني ان في لجنة استدامة القراءة في الهيئة قبل لا يتكلم عن ساعة القراءة هذه ابغي عارش شو يعني لجنة استدامة القراءة في الهيئة نعم بسم الله الرحمن الرحيم لجنة استدامة القراءة لجنة اتشكلت القرار من المعالي سنة 2017 اللجنة هذه تعنى بإذن الله تعالى بوضع استراتيجية وخطة واضحة يعني يكون في خطة واضحة لأنشطة قرائية وتكون مستدامة في الهيئة على مرة السنين يعني مدى السنة واحدة ولا شهر واحد جميل طيب الأنشطة هذه مالت اللجنة تكون بس في مكان في الإدارة العامة أو تكون في المستشفيات وباجي المنشآت التابعة للهيئة لا هي تابعة يعني على مشاهدات في كافة الوحدات التنظيمية لتابعة في الهيئة بدأنا أحنا السنة اللي فاتت سوينا معرض كتاب نعم وكان معرض كتاب الأول كان في المكتبة الطبية بس كانت الدعوة عامة للموظفين والجمهور صحيح وتمت استضافة مؤلفين وعقد بعض الجلسات الخوارية صحيح كانت مثل حلقات خاصة بالقراءة كانت فعالية جميلة جدا طيب حين اليوم عندنا ساعة القراءة خبرين شو اللي قاعد يصير في الهيئة نعم تم طبعا ساعة القراءة وقرار ريانة مننا وصل إلى هيئة الصحة وتعمم على كافة الدوائر الحكومية من المجلس التنفيذي وكان فيه تعنيم عن ساعة القراءة في هيئة الصحة في دبي ودعوة الموظفين والمدراء بأن يلتزمون بتخصيص الساعة 11 إلى الساعة 12 لكل موظف لها الأحقية أن يمسك أي كتاب يبغيه ويقرأ وكان فيه دعوة كريمة من معالي حميد الكطامي أن أرسل دعوة للموظفين في الإدارة العامة أن يشاركونها بساعة قراءة في حلقة جماعية كل يمسك كتابه ويقرأ ويتشارك بعدين بالمعلومات اللي يقراها مع الموظفين اللي معاه ممتاز شو أهمية وجود مثل هالفعاليات أن في يوم ساعة للقراءة وجود لجنة للقراءة شوفي يعني صحيش إحنا هيئة الصحة ولنا يعني معروف شو دور هيئة الصحة بس برضو إحنا المفروض أننا إحنا ما نغفل الجانب التثقيفي والجانب التوعوي مثلا صاحب السمو رئيس الدولة أكد أن القراءة والمعرفة أساس حقيقي للتطوير في الدولة وأننا إحنا لازم نضافر جهودنا كافة إلى إنجاحها عشان ننشأ جيل واعي ومثقف ونعزز ونرسخ مفهوم أهمية القراءة عندها صحيح والقراءة طبعا لها فوائد صحية أصلا على الشخص يعني غير أنه يثقف في وائد في وائد فوائد صحية للقراءة في الدراسات تقول أن القراءة تحسن ضغط الدم وتصف التفكير وتزيد التركيز عند الإنسان أختي وفا خبرين عن المبادرات اللي بتسوونها بعد مبادرة ساعة القراءة هذه شوفي إحنا عنا خطة لجلس القراءة تجتمع بين فترة وفترة فعنا خطة بإذن الله تعالى على مدى السنة منها ورشات يعني مثلا باطت مثال في ورشة القراءة السريعة اللي تسهل تعفين الآن كل حد يقولك أنا ما عندي وقت أقرأ فإحنا بنحاول نسوي ورشات تتعلمهم كيف يستغلون الوقت وكيف يقدرون يقرون بسرعة في عندنا بعد في الخطة ورشة تعليم اللي في بعض الناس عندهم الملكة أو حابين يعني حابين يكتبون أو يألفون كتب عندهم الأساسيات ففي ورشة إنتاج مؤلفين بإذن الله تعالى وفي جعبتنا الكثيرة أنا معرضة بس القليل منها جميل جميل أنت ذكتك كان في معرض الكتاب السنة اللي طافت وكان أنا حضرته وكان الكتب اللي فيه وغاية قيمة وجميلة في أيني أن يتكرر معرض الكتاب هذا السنة؟ العلوم في المنزر الجبي سوينا معرض كتاب تقريبا شاركت فيه 14 درنشر كان عنا أكثر من 600 عنوان وخصصنا طبعا لأن بما أن السنة هذه بعد عام زايد وأنا أيضا عضو لجنة عام زايد فسوينا ركن كامل لكل الكتب اللي صدرت عن الشيخ زايد جميل طيب وفا بالنسبة اللي يحبون يقرون كتب الطبخ شو سوونه؟ موجود طال عمرك لأن إحنا نبغي نكسب الموظف بأي طريقة موجودة فإحنا نشوف المدخل اللي يعني شو يشبون فكتب الطبخ موجودة كتب طبخ في كتب على فكرة في كتب عن الطبخ على مر التاريخ بين الشعوب هذا بعد موجود هذا كتاب قيم هذا لازم يكون عندي لازم أخذ الكتاب أيها إن شاء الله لتقول لي أنا ما أقرأ دكتور نادة تقول أنا ما أقرأ لكتب الطبخ ما علي فعلها طيب إحنا عنا كتب عن تاريخ يعني الحضارات والطبخ كيف تطور الطبخ وكيف بدأ وعن الأساسيات كل شيء من ضمن بعض الكتاب اللي إحنا استضفناهم دكتورة كان دكتور نافع الياسي وهو طبيب أطفال كان متدرب عنا في مستشفى لطيفة وحاليا نشتغل في العين فكطبيب استفدنا من الورشة والمحاضرة اللي عطانا إياها إن يقرأ كتب عامة يعني مش بس كتب متخصصة يقرأ كتب علمية تاريخية روايات كل شيء هاي نغزة ترى حقك عشان توسعين مدارك في القراءة هي في القراءة مو بس تخصصين في شيء واحد إن شاء الله لا فعلا واحد لازم يوسم مدارك صحيح نزي وفا أبغي أتكلم عن الأنشطة المبتكرة اللي موجودة عندكم شو اللي تحاولون تدخلون من ابتكارات من وسائل حديثة لدعم الأنشطة الخاصة بالقراءة والله إحنا يحنا نفكر أن نركز أو فكرنا نركز على فئات معينة عندك الأطفال اللي في المستشفيات سواء من المرضى أو الأطفال اللي هم يعني المرضى المقيمين أو الزائري بنفس الوقت نفكرين حاليا بتوفير كتب اللي هما لأصحاب الهمم من المكفوفين جميل تواصلنا فيه إحنا الحمد لله يعني تعاون جدا قيم مع الأرشيف الوطني في أبوظبي وساهموا بتوفير كتب عن الشيخ غايل مجموعة من الكتب تقرأ بطريقة أو بلغة برايل ممتاز طيب إذا ما بتكلمنا حتى عن الكتب اللي بيتم قراءتها بشكل رسمي اليوم شو اللي بتقرونه بشكل رسمي اليوم نسقنا مع المستشفيات وبعض الوحدات التنظيمية عندنا هنا في هيئة الصحة بيكون في قراءة للأطفال وتوزيع كتب لهم فيه إذا تعرفون كتاب الشيخ محمد اللي للأطفال اللي هم القائدان البطلان نعم بتحدث عن الشيخ زايد الله يغفر له والشيخ راشر نعم فهذا اليوم بيتم في مستشفى البي في مستشفى لطيفة عندك فيه بعض المراكز الصحية بتتم قراءة من قبل القيادات عندك مثلا المديرة الإدارية في مستشفى لطيفة فاطمة مصبح بتقرأ للأطفال نفس الشيء في مستشفى البي وبيخلو الأطفال ياخذون الكتب معهم ممتاز أدريكم العافية في شيء تبغي تقولين قبل أن نختم اللقاء معك يا اللهي أنا أشدد وأحب يعني أنه فعلا أشجع النظرة يعني أنا أشوف النظرة القراءة الحمد لله أنها بدت يعني تزيد وأحب عزز الشيء الإنسان لا يقول أنا ما عندي الوقت أنا أقرأ أنا يا الله يا الله أسوي هالشيء كحرمة مثلا يحين دكتورة نحن نروح صالونات نروح نغسل سياراتنا هاي كلها أماكن ضائعة ممكن الإنسان يستغر للوقت هذا يقرأ طفلك أنت بتتافرين معاش الطفل ليش تعطينا آيطاد عشان يلتهي حقا في خطة كتاب هذا الشيء طبق هذا شخصيا يعني ما عندنا تخوي صحيح فأتمنى من الجميع أن يقرأ وإذا أنت ما بتقرين في البيت عيالك ما بيقرون إذا أنت تمنع أولادك عن التدخين وأنت الدخن بيدخنون فنفس الفكرة أنت أقرأ جدام عيالك وعيالك أنت بتنشئ بإذن الله تعالى جيل قارئ هذا في ناس القراءة مرتبطة عندهم بالتدخين للأسف لقاء والتدخين لأننا نمنع الجيل من التدخين لكن أنت في الأب ويقول لك أنا ما بقع عيالي يدخلون بس أنت مدخن ما رح تمنعهم لأنك أنت قدوة تم فنفس الشيء الفكرة أنك أنت تكون قدوة أمسك أي كتاب جدام عيالك شكرا جزيلا عضو لجنة استدامة القراءة في الهيئة جميل أن يكون في عندنا لجنة استدامة القراءة هي الفكرة جميلة أن الهيئة لا تركز فقط على الصحة أن هناك أشياء أخرى والقراءة مثلا قلت لمحمود يمكن أن تكلمنا أستاذ وفا أن لا فوايد صحية ويدة هي مجرد كتاب وهي ذكرة معلومة مهمة إحنا وائد نصير أماكن وضيع الوقت ما نستفيد منه صالون حلاق معنا الرجال بالعادة يرقدون في الحلاق يعني ممكن تأخذون معاكم كتاب كيف عرفتي أنت دائما تقول فعلها أنا أرقد صراح يعني واحد من الأماكن الآخر فيها غفوة فعدوا الحلاق وإحنا الحريم ونعرفنا في الصالون طبعا فممكن نستفيد حتى في الزحمة لما نودي عيالنا الألعاب وائد لما نروح الألعاب نلاقي الأهل ياصين بس على التيريفون ممكن نشل معنا كتاب والله فكرة حلوة القراءة مفيدة وما في داعي نذكر فوائد القراءة ولكن هي معروفة ولكن المسألة أنه يجب أن تكون أسلوب حياة مثلها مثل الرياضة مثلها مثل العديد من السلوكيات اللي بتعزز عندنا يعني أشياء إيجابية كثيرة بالضبط تغير من شخصياتنا أنا أستغرل لما أحد يقول لي والله أنا ما أحب أقرأ ما مشكلة جرب يمكن ما لقى الكتاب أحيانا ما حصل القراءة دكتورة مهارة تتعلمينها بالضبط صح أنزين تتعلمينها يوم أنت صغيرة وأنت تكبرين فيها وصدقوني يعني مهما تكون متع الحياة من واحد ممكن يحب الأفلام سينما تلفزيون طاب أوكي زي يعني وايد وايد في متع في الحياة ولكن ما في متعة تشابه متعة القراءة لأن بأمانة تدخل في عالم مختلف عالم مليء يعني بالفايدة مليء بالمعلومة حتى الأمور اللي شوفونا في التلفزيون من مسلسلات من أفلام مبنية على روايات نزين مو مثل ما تقرر رواية رواية مختلفة تماماً صح صح يقول السلام عليكم لو يقترحون أهل الكتب أسامي الكتب الجيدة في كل المواضيع لتفادي الكتب المملة في تطبيقات كثيرة وفي حالياً بعد يعني مثل مثل ريت يسوون حق حق الكتب دكتورة نعم أن هذا الكتب أكثر مبيع هذا الكتب أكثر كذا صح أنه أحيانا ما يكون ما يعطيش يعني التقييم السليم لا تقييم شخصي يعني بالسبوع لأن شو كان الكتاب لا لا تقييم مبيعات مثلا ما تعطي تقييم سليم أن الكتاب قيم مملة ولكن معظمها تكون في في محل التقييم الجيد يعني وتسمع مني أي شيء بتقرأ ورقة ورقة حصلتها في الشارع بتطلقها اقراها بتحصل من وراها فائدة أي شيء بتقرأ فيه فائدة الكتاب الشيء الوحيد اللي القراءة الشيء الوحيد اللي اللي دايماً تستفيد صحيح شو ما كانت بالضبط صح المادة المكتوبة شو ما كانت كذا اسموها هذين اللي طالعينها اليومين معارض الكتاب كل واحد طالع لي بكتاب شو يسمونه فاشنستات ما ادري شو هذين لا لا كتاب فاشنستات لا اخذوا كتاب فيها فائدة يعني شيء من هذه إلى ما تبون الصراحة في عمنا كتاب بعد فنانين يعني رائعين في الإمارات جميل انه يزاهر الله خير سيدي صاحب اسمو الشيخ محمد بن راشد ناعب رئيس الدور رئيس مجلس وزراح حاكم دبي لما بدأ بمثل هذه المبادرات الحمد لله أن المجتمع كله تغير بطر صار فيه تفاعل مع الأنشطة هذه صار فيه يعني حب وأيضا فيه توجه ممنهج لتعزيز القراءة بطر فتذكر قبل والله الواحد يقعد في قهوة يبطل الكتاب يمرون عليه الناس وانتوك ها مسوي عمره متقف شو زين اكرا هنا النظرة تغيرت نشوف ما شاء الله يعني عليهم شبابنا هاليومين اللي يبطل الكتاب اللي يذاكر اللي يقعد في القهوة ممكن يلخص فيه حلقات للقراءة فيه مجموعات للقراءة نشطة جدا تسوي وايض فعاليات كل هذه الأشياء شفناها نحن طولنا على الفاصل بس لنا موضوع جميل وموضوع الواحد يده بيتكلم فيه ما شاء الله يتكلم بإسهاب لكن ما نطلع فاصل بعد الفاصل مستمعين ونرجع لمواضيعنا الصحية ما نتكلم عن مشاكل السمع والخدمات المتميزة في هيئة الصحة في دبي في هذا المجال مع الدكتور محمد فوزي استشاري أمراض الأذن والسمع والتوازن في مستشفى دبي ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدنا صحة وسعادة صد الله وقاتكم مرة أخر مستمعيني الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي عبر إذاعتكم المميزة دايماً إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا على 600551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستجرام قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى دبي واحد من الأقسام التخصصية لتقدم خدمات متميزة للمرضى وفقاً لأفضل البروتوكولات والممارسات العالمية في هذا المجال من خلال نخبة من الكوادر الطبية وأيضاً تم استحداث أو استخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال التشخيص وعلاج مختلف الأمراض السمعية وما شاء الله يعني وصلنا إلى العديد من الحالات العالمية في هذا المجال لدرجة أن مستشفى دبي صار واحد من المستشفيات اللي لها سمعة كبيرة مزين ومتفوقة على مستوى العالم مش المنطقة بس في مجال الأنف والأذن والحنجرة أهلين نحن دكتور نحن نصدف معنا دكتور محمد فوزي استشاري أمراض الأذن والسمع والتوازن في مستشفى دبي صبحك الله بالخير صباح الخير صباح الخير دكتور صباح الخير دكتور صباح الخير دكتور نادر الله يخلي دكتور نتكلم أو شيء أبرز المشاكل السمعية إلى تصيب الأذن بشكل عام المشاكل السمعية منتشرة جدا في المجتمع بتصيب الكبار والأطفال يعني بتصيب كل الفئات العمرية وأشهرها طبعا بيبدأ من يعني نقدر نقسمها إلى حاجات تصيب الأذن الخارجية وحاجات تصيب الأذن الوسطى وحاجات تصوب الأذن الداخلية الأذن الخارجية أشهر حاجة التعبات التعب الأذن الخارجية أو تحسس الأذن الخارجية أو وجود الشمع في الأذن الشمع ده إفراز طبيعي طبعا بس أحيانا لما بيزيد عن الحد بتاعه أو بيتم إنه هو ما بيخرجش برا الودن الوحده موجود محبوس داخل الأذن فممكن يسبب حكة يسبب ألم يسبب التعب متكرر يسبب إحساس بالأفلة أو الكتمة أو الضغطة في الأذن تاني مجموعة اللي هو التهابات الأذن الوسطى وارتشاح الماء وراء الطبلة ده ممتشر جدا خصوصا في الفئات العمرية اللي هم الأطفال الصغيرين من أشهر المشاكل اللي بتجي لنا في العيادة اللي هو التهابات الأذن الوسطى وارتشاح الماء وراء الطبلة تيجي الأم تشتيكي من إن الطفل ما بتنادع عليه ما بيستجيبش على طول لازم تعيد الكلام لازم تعالصوتها أكتر من مرة علشان الطفل يستجيب ممكن الطفل يقوم بالليل يبكي ويمسك ودنه على أساس أنه يقول فيه ألم في الأذن وبعد كده بقى المجموعة الثالثة والأخيرة لأصابات الأذن الداخلية أشهر حاجة فيها هو ضعف السمع إن مثلا الطفل الصغير أو الشخص الكبير يشتكي من أن الأذن لا يحد يبنادع ليه ما يسمعش كويس أو يشتكي من طنين في الأذن أو دوخة أو أي شيء من هذا القبيل فبنعرف أنه فيه إصابة غالبا في الأذن الداخلية جميل عيادة السمع وتوازن في مسجل شدبي هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة في القطاعين يعني الحكومي والخاص الدكتور ده فلان حقيقة عطنا فكر عن هذه العياد وشو اللي تقدمه من خدمات للمرضى وشو يعني التوازن تمام العيادة دي تم إنشأها في سنة 2011 هي فعلا تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة في القطاع الخاص والعام تم إنشاء العيادة دي بتكلفة كبيرة جدا ممكن تتعدى تقريباً الـ 2 مليون درهم يعني عملناها أو أنشأناها على مستوى علي جدا تم تجهزها بأحدث الأجهزة اللي هي تخص مجال تشخيص وعلاج كل ما يخص الأذن من أمراض فيما تشمل اللي هو ضعف السمع بأنواعه سواء كان ضعف سمع توصيلي أو حس عصبي أو ضعف السمع المزدوج أو طنين الأذن بأنواعه بيتمى برضى تشخيص والعلاج أو الدوخة وعدم التوازن بأنواعها برضو مسألة الدوخة وعلاقتها بالأذن إحنا عندنا الأذن الداخلية فيها جزئين بتكونها من جزئين الجزء الأول هي القوقع وهي خاصة بالسمع والجهاز الثاني اللي هو جهاز التوازن اللي مسؤول عن التوازن بتاع الجسم كله صحيح فجهاز التوازن دي عشان إنسان يكون متزن ومعندوش أي خلل في التوازن بتاعه لازم يكون عنده جهازين التوازن في الأذنين الاتنين شغلين كويس وشغلين نورمال طبيعي صحيح لو حصل فيه خلل في جهاز واحد أو في الاتنين يبدأ الإنسان يحسه منوبات متكررة من عدم التوازن من الدوخة كل مريض بيعبر عن الدوخة بشكل مختلف أحيان يقول الدنيا الدوربية تلفبية أحيان يقول أنا مش متزن على الأرض مش ماسك نفسي حاسة أنا أطيح لقدام أو لورا ممكن أحيان يحس إنه راسه مخوخة من الداخل غير قادر على التفكير وإبداء القرار ممكن يحس إنه بيجي له نوبات إنه بيغمى عليه بس ما بيغماش عليه كل دي أشكال مختلفة من عدم التوازن صحيح فأي مريض يشتكي من شكه من هذا القبيل أول أنصح للمريض ده إنه أول مجال يشيك معه أو يروح يأخذ استشارة عنده اللي هو التخصص بتاعنا اللي هو تخصص أمراض الأذن والسماع والتوازن أنا عيابني تشبيه راسه مخوخة من الداخل آه مخوخة بيقول فعلا هو راسي مفرغة من الداخل أنا غير قادر على التفكير وإبداء القرار جميل اللهم بالإنجليزي بيسموه light-headedness آه light-headedness دكتور محمد واحدة من العراض الشائعة في الإذن طنين الأذن كثير من الناس يشكي منه وفي بعضهم يوصى مرحلة يقول له ما لا علاج وهذا ما لا سبب فاتخبرنا شو أسباب طنين الأذن وشو العلاجات المتوفرة لها تمام طنين الأذن هو عبارة عن صوت أي صوت يتسمع داخل الأذن يتسمى طنين الأذن مهما اختلف الصوت كل مريض بيعبر عن الصوت اللي عنده في أذنه بشكل مختلف عن الآخر في واحد مثلا بيقول لنا صوت فيه صوت زي صوت رفيع زي صوت جرز زي صوت زي صوت موج البحر آه صوت هوى كل واحد بيعبر عن الصوت اللي عنده في أذنه بشكل مختلف عن الآخر مهما اختلف التعبير بتاع المريض في الآخر بن ساميه طنين الأذن طنين الأذن ده لما بيحصل بحصل ما بيحصلش لوحده كده لازم يكون وراء خلل داخل الأذن الخلل ده قد يكون في الأذن الخارجية يعني الأذن الخارجية وجود التهابات أو شامع في حد ذاته ممكن يعمل طنين الأذن أو مشاكل في طابلة الأذن التهابات أو الطابلة تكون مجدودة جوا نتيجة ضغط سلبي في الأذن الوسطى تعمل برضو طنين أي مشاكل في الأذن الوسطى التهابات برضو تيبص عدمة الركاب من أشهر الأسباب تعمل طنين في الأذن أو أي إصابات في الأذن الداخلية في القوقعة أو في العصب من الداخل يعمل برضو طنين في الأذن أحيانا المريض بيجي عنده طنين وبيعمل كل الفرحصات الخاصة بالأذن بتطلع سليمة 100% بس لازم نحط في اعتبارنا ان في اسباب تانية في بعض المشاكل بتحصل جنب الودن بتعمل صوت في الاذن على سبيل مثال لو في اي مثلا خلل في سرايان الدم حولين الودن احنا عندنا حولين الودن في اوعية دموية اللي هي بتغزي المخ بتعد من جنب الودن ودخل من قاع الجمجمة لو فيها اي خلل في سرايان الدم سواء الدم الصاعد او النازل من المخ بيعمل صوت في الاذن احيان بتكون نتيجة حركات لا ارادية في العضلات حولين الودن ده بيدي زي حاجة اسمها clicking sound المريض يقول انا بسمع صوت زي صوت عقارب الساعة فودني من الداخل فده برضو لازم لازم مريض ييجي وتشخص تشخيص مزبوط لان كل مشكلة انا بقول عليها لاي علاج مختلف عن الاخر جيمي تو عندكم في الرعاية الصحية الولية في عندكم برنامج للكشف المبكر عند الاطفال عند الحديثي الولادة ضعف السمع ضعف السمع هذا ده فعلا ان احنا ساعدنا في البرنامج ده ان احنا يعني ساعدنا بوجود الاجهزة الموجودة الحديثة للفحص الاولي على السمع فالوقتي ما شاء الله موجودة في كل العيادات اللي خاصة بهيئة الدبي الصحية ان اي طفل بعد الولادة بتعمله فحص اجباري على السمع اذا الطفل نجح في الاختبار الاولي ده خلاص بتعمل الاب والام و الموضوع بينتهي يعني انما لو الطفل ما نجحش في الاختبار المبدئي اللي بسموه نيو نيتل هيرينج سكرينينج تاست ده لازم بتحول عندنا في العيادة في المستشفى دبي بحيث ان نتعمله فحصات اكثر يعني ان دي تيلز اكتر او بتفصيل اكبر نقدر نعرف به ايه الخلل اللي موجود بالضبط ممتاز دكتور محمد دهما فأة الاطفال عندنا هي اكثر فأتي العيادة بخصوص مشاكل السمع الام ده ما تكتشف ان ولدها ما يسمع فالعلاجات المتوفرة عندنا فيه سماعات فيه زراعة قوقاع وغيرها فتخبرنا عن العلاجات المتوفرة في الاطفال اللي يعانوا من مشاكل في السمع وحتى لو فيه مثلا علاج طبيعي لهم بعد تركيب سماعة وبعد زراعة قوقاعها وغيرها فيه يوجد لضعف السمع ثلاث انواع من العلاجات اي ضعف السمع سواء كان في الاطفال او في الكبار ثلاث انواع من العلاجات العلاج الاول علاج دوائي اذا كانت مشكلة وراء ضعف السمع مشكلة مثلا التهاب او مشكلة التعليج بالعلاج الدوائي ده بنعالجه بالعلاج الدوائي مثلا انتهبات الاذن الوسطى ارتشح المياه وراء الطابلة دي كلها بتسبب ضعف السمع فعلاجها بيتم مجرد بالعلاج الدوائي فقط لا غير في مشاكل تانية بتتم العلاج الجراحي يعني مثلا على سبيل المثال لو الكبير أو الطفل الصغير عنده مشاكل في الأذن الوسطى على سبيل مثلا تيبس في عظمة الركاب ده ممكن يتعامل له علاج جراحي لو في مشكلة على مستوى قوقعة من الداخل يعني اللي هو بسموضع في السمع الحس العصبي ده دايما بنيبدأ معه بالسماعات الطبية يعني المريب ينجرب بالسماعات الطبية اللي هي موجودة بأشكال كتيرة جدا السماعات دي ممكن تكون داخل الأذن ما بتكونش بينها ممكن تكون خارج الأذن في منها أشكال كثيرة جدا بنجرب السماعات الطبية مع الطفل الأول لو حديك سؤالك على خاصة بالأطفال أكتر من الكبار بنجرب مع الطفل اللي هو عن ضعف السمع بعد ما نتأكد نضعف السمع اللي عنده ده حس عصبي نتيجة إصابة في القوقعة أو العصب بنجرب له السماعات الطبية ودائما السماعات الطبية عند اختيارها بنختار السماع اللي هي تلائم ضعف السمع يعني ما عندنا السماع واحدة تنفع مع كل الناس لازم بتحدد درجة ضعف السمع نعم ونوع ضعف السمع وموجود في الأذنين الاتنين ولا في أذن واحدة ونسبة كل أذن كام ساعتها بناخد أوفر أول أو بشكل عام شو أنسب نوع من السماعات اللي يناسب الطفل ده وبنعمله فعلا السماعات وبعد كده الطفل بيتابع معنا على مدار مثلا الشهور اللي بتبقى جاية وبنتابع وبنشوف لو فضل ماشي تمام مع السماعات خلاص الأمور طيبة بيفضل مكامل على السماعات على طول لو حصل فترة في المستقبل إن حصل نقص في السماع زيادة والسماعات ما عدش موجودية بالنسبة للطفل بنفكر على طول في قرار زراعة القوقعة زراعة القوقعة دي عملية بيتم عندنا في مستشفى دبي برضو يعني أعطب الوقت من أكبر البرامج الموجودة على مستوى الدولة في مجال زراعة القوقعة وزراعة السماعات العظمية صحيح عندنا فريق طبي متكامل ما بنحتاجش أي حد ييجي لنا من بره مثلا فريقنا كامل في مستشفى دبي بيجي الشخص كل خدماته بيتم في مكان واحد وبيتم طبعا زراعة القوقعة وبعد زراعة القوقعة بيتخل بقى الطفل في موضوع اللي هو التأهيل السمعي والمطقي والسلوكي والحقدات دي كلها بيتم عندنا برضو صحيح ونحن كان في حالات أصلا في الخارج دكتور في دول متقدمة تعد يعني من الدول المتقدمة ما قدروا بيعالجونها وانتوا في مستشفى دبي بعد ما يعني رجعوا وقرروا ناميون مستشفى دبي يستكملون العلاج والحمد لله الحمد لله يعني حالات كل لتبقى النجاح أكثر من حالة استضفناها حتى عندنا في البرنامج صحيح بالضب طيب دكتور أحيانا الواحد لما يسافر منزل في الطيارة هي ضغط على أذنه لدرجة أنه ممكن رأسه ينفجر يحس أنه هذا الناس اللي كثيري الأسفار هذه الألف شو تبغي تقدم له من نصايح عشان يحفظون على أذانهم السليم وحماسهم سفر بعد فالناس كنا نسافر حضراك الشخص اللي هو السليم اللي ما عندوش مشاكل مسبقة قبل كده في الأذن أو حصلوا التعبات في الأذن الوسطى أو ارتشاح مية وراء الطبلة أو مشاكل في قناة ستاكيوس لا نصح أن يعمل أي شيء خليه عادي خالص عادتا ما بحصلش أي مشاكل حدي يقول ممكن تعاكل جبال أو شيء دولة الناس اللي هم عندوهم مشاكل متكررة وعندوهم مشاكل في قناة ستاكيوس أو بحصلهم ضغط سلبي خصوصا أثناء هبوط الطائرة يعني المشاكل دائما بتظهر في موضوع الأذن مش أثناء الصعود ولا أثناء الطيران يعني حتى لو مسافة لو مسافة حتى طويلة في السفر حتى الغاية 15 ساعة 16 ساعة سفر عادتا ما بقاش فيه مشاكل خاص صح المشاكل كلها بتظهر أثناء هبوط الطائرة نعم فأثناء هبوط الطائرة إن احنا بنتعرض من ضغط يكون منخفض إلى ضغط مرتفع نعم فعادتا بيحصل مشكلة في قناة ستاكيوس بتتعفل قناة ستاكيوس وبيحصل ضغط سلبي جديد ورا الطابلة والطابلة بتتشد جدا جدا جوفها يسبب كتمة أو ضغط في الأذن وممكن يسبب ألم شديد فأنا أنصح دائما المرضى اللي بتعرض المشاكل ديت أثناء هبوط لازم يكون المريض صاحي لأنه ممكن لو مسافر سفر طويل بينام غصبا عنه لو نام ده طبعا مشكلة كبيرة جدا لأنه لو نايم وأثناء الهبوط ممكن المشكلة تتفاقق معاه جدا لدرجة إنه ممكن يحصل ثقب في الطابلة من شدة ضغط السلبي فأنا أنصح كل الناس ديت لما يكون أثناء الهبوط يكون واعي يعني يكون صاحي مش يكون نايم يمكن يشرب ميا كتير يخلي مثلا كوبات ميا جانب يشرب ميا كتير يأكل لبان يكون فيه لبان دايما في فمه وقت ما يحس إنه ودنه خلاص قفلت ممكن يعمل حاجة اسمها الفالزالفا إنه يقفل أنفق وينفخ لبرة بحيث إنه يحاول يفتح الأذن من الداخل أنا صارت معايا مرة والله في لاندنج كنت نايم أكيد لا والله كان مزدتش مكحة فصار عندي ضغط قوي الناس بقى اللي ما بكون عندهم زكام أو كحة أو حاجة المفروض قبل السفر بثلاثة أيام في أدوية معينة عشان يبقوا ضامنين إن القناة ستاكس مفتوحة ياخدوها بالنسبة للناس اللي عندهم بردة وكده أب السفر بثلاثة أربعة أيام يبدأ ياخدوا الدواء الدواء ده بقى عبارة عن قطر الأنف بخاخ الأنف مضاد ديستامين حاجة للمخاط على أساس المخاط ما يكونش بتجمع بها ويسبب لهم مشاكل دكتور بشكل عام شو ممكن نسوي للوقاية من أمراض الأذن وأيضا نصايح تبغي توجهها للجمهور قبل ما نختم معك أشهر مشاكل الأذن في العصر الحديث دلوقتي نحن في 2018 مشاكل التعرض للضوضاء بشكل كبير جدا خصوصا في الأطفال أنا الفترة الأخيرة دي اكتشفت حاجات ما كانش موجودة من سنتين ثلاثة قبل كده لهم جلنا أطفال كتير جدا وبنعملون فحصات سامعية يعني مجرد بس فحص روتيني ونكتشف عنده أنه عنده حصله ضعف القوقعة والعصب نتيجة تعرضه للميوزيك أصوات الموسيقى الموضة الجديدة اللي هو موضوع البلاي ستيشن ويحط الهيد فونز وعود يتواصلوا مع بعضهم بأصوات عالية ممكن الطفل يقعد مثلا ست سبع ساعات لعب متواصل ده كله طبعا له تأثير سلبي شديد كدنا على الأذن والسمع فلازم أنا بنصح الأهالي بالضبط ده على سبيل المثال من أشهر الحاجات اللي موجودة حاليا دكتور على موضوع تنظيف الأذن نريد أن تكلم عنه يقولون يا ناصر يسأل دكتور إذا أنت تنظف أذنك الوصخ يدخل داخل ما يطلع بالضبط شو أفضل طريقة أن الواحد ينظف أذنك أفضل طريقة أن الواحد بس مجرد الشمع اللي يطلع بره يشوفه مثلا بيتحمم أو ينظف يعني بدانه أو كده اللي يطلع بره بس ممكن ينظفه لنما عشان يدخل بالكيو تيب اليسر لكاتي الأذن ديت يدخل داخل القناة أنا لا أنصح تماما يا ريت كيو تيب دكتور بالمفتاح بعود ثقاب لا لا والمفتاح نشوف حالات كثيرة جدا كمية البكتيريا تكون على مفتاح لا والله محمود لليوم لليوم المرضى أيون العيادة جروح في القناة حمالة الأذن وسب المفتاح بوصل دكتورا نادا كمان لثقب في الطابلة اي بالضبط صح كثير جدا أنا شوفت حالات اليابسة نتيجة بيحصل نتيجة المفتاح والبكتيريا نحن ندخلها داخل الأذن مع المفتاح فأنا لا أنصح بالله هو يروح لو حاسس في ودنه بشيء يعني مسلا حكة في الأذن زيادة اللي يخرج بره القناة يشيله بس كده لأن حضرتك القناة أصلا كلها طولها 2.5 سمت من الفتحة مبارا لغاية الطابلة 2.5 سمت فأنت حين تلاحظ ناس بيدخلوا مثلا عودة الثقاب أو كده ويدخل أكينه داخل في مقرأ القطن ما للإذن اللي يبيعونها قطن للإذن راح أطول 22 سمت بالضبط فأنا بس تنظيف مبارا دائما نقول للناس اللي تنظيف فقط من الخارج وإذا شكيتوا أن فيه شيء لازم نشوفه عن طبيب فقط بالضبط كده تمام شكرا لك دكتور محمد فوزي استشاري أمراض الأذن والسمع والتوازن في مستشفة بين حشاكري لك هذا الوقت اللي خصص لنا وإنسانكم التوفيق دائما وإن شاء الله نشوفك على طول عندنا في البرنامج شكرا لك دكتور محمد شكرا لك دكتور ندا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم والله ما نضيوني العيادة سويتش هذا صغير ولا هذا ريال بالسويتش الرياي الخصوصا الرياي لا والله ما كانوا كبار الحرمة ما تقدر لا لا أنا نخاف على الجمال كل الها خريم وريالي نفتح نزيل حين بعد السويتش اليديد هذا ما فيه شسمه عشان أطلع المفتاح وهي سالفة عموما وصلنا لختم الحلقة اليوم شكرا لكم شكرا لك الدكتور ندا شكرا لك يا ميرا لغفلي كانت معنا في التنزيق ناصر السليمي في الاخراج وهذه تحياتي محددكم محمود يوسف العلي ونلقاكم إن شاء الله في الغد باشر بروحك بتكونين أنا ما بكون موجود إن شاء الله نزيل فحتى ذلك الوقت ننخلو لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي